للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس مؤسسات تاور بريج للإستشارات والعلاقات الدولية دكتور أحمد عامر دكتور أحمد بلاية مرحبا بكم تريزا ماي انتقدت الاتحاد الأوروبي الذي رفض مقترحات حكومتها دون أن يقدم بدائل كيف تقرأ إلقاء ميتة بعاد فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الاتحاد تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناة الرفض حياك الله مما لا شك أن السيدة ماي كانت لابد أن تتخذ هذا الموقع بتحميل الاتحاد الأوروبي المسئولية كاملة وهي لا تستطيع إلا هذا لأنها تواجه هجوما شرس في داخل بريطانيا من داخل حزب المحافظين التي تترأسه هي بالإضافة إلى هجوم أكثر شراسة من حزب العمال ومن عمدة لندن ومن مجفوعات كثيرة في المجتمع البريطاني التي فوجئت بالخسائر الكبيرة التي أصبحت بريطانيا تمر بها بعد الموافقة على هذا الاستساء على فروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فتريجا ماي ما كان أمامها خيار إلا هذا الرد هذا الرد وهذا الرد الذي تفضلت به سيدة ماي على الاتحاد الأوروبي لن يفيدها كثيرا لا في داخل حزبة حزب المحافظين ولا في داخل البرلمان البريطاني من داخل حزب المحافظين أو العمال أو الأحرار أو أي مجموعة داخل حزب البرلمان البريطاني تريجا ماي تواجه مشاكل ضخمة جدا بل بريطانيا تواجه مشاكل ضخمة جدا ولكن يابد أن ندرك جيدا هنا أن هذه المشاكل أيضا ليست مهيزة بريطانيا دولة كبيرة دولة مستقرة الصدى قوي وقعت عقود سريعة جدا بعد مطرات الخروج من الاتحاد الأوروبي وقعت عقود سريعة جدا وقوية جدا مع تركيا مع دول خليجية مع الصين مع الهنس لمحاولة الخروج من مأزق هذا في أول رد فعل على إعلان مي فشل المفاوضات حقق الجنيه الاسترليني خسائر عنيفة مقابل الدولار إلى أي مدى سيستمر بتحقيق هذه الخسائر من وجهة نظرك سيستمر بعض الشيء سيستمر بعض الشيء ولكن أنا أقول أنه لن يستمر لمدة طويل أرجع وأقول أن العلاقات التجارية البريطانية مع الهنس مع الصين مع تركيا مع دول الخليج مع غيرها واتفاقيات كثيرة تجارية وقعتها بريطانيا ستساعد الاقتصاد البريطاني بريطانيا دولة قوية ولكن مما لشك أن خروج بريطانيا بالاتحاد الأوروبي تبين لكل المحللين حتى الذين وقفوا مع الخروج في الجزاية تبين لهم أنه كان قرار خاص وتبين للشعب البريطاني الذي صوت على الخروج أن هذا القرار كان قرار خاص أدى إلى خروج قبريات الشركات الأوروبية والدولية من بريطانيا والزهاد إلى ألمانيا أو إلى بيتشيتا للعمل داخل الاتحاد الأوروبي والخروج داخل بريطانيا بريطانيا خشرت وخشرت كثيرا ولكن ليس كم يطور البعض وانهيار في بريطانيا بريطانيا دولة كبيرة واقصدها قوي وسطب ولكن خشرت أليس هذا كان اختيار المواطن البريطاني؟ لا بكل شراحة لا الواقع الفعلي أن النتيجة طلعت بصالح بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وظهر كأن هذا تشبيد المواطن البريطاني المواطن البريطاني خدع خدع من الامين المتطرب خدع من بعض السياسيين الذين هم في حزب المحافظين مثل وزير الخارجية الذي استقال وخرج بعد فضيحة كبيرة لهدومه على المتقبات والمحجبات في بريطانيا سيد بوري جونسون هذه الأشخاص دفعوا بريطانيا أن تخرج بالاتحاد الأوروبي وكأن الأوروبيين جاءوا ليأكلوا أموال البريطانيين وهم المستفيدين في الوقت الذي وقف فيه رئيس وزراء بريطانيا سيد سيفيد أمروز ضد هذا القرار وقف فيه سيد جوني بلير جونسون براون كل مرؤساء المزراء السابقين وكبريات الشخصيات البريطانية المربوقة والمشهورة والإقتضادين ضد هذا القرار والآن يأتي لعلامة بريطاني ليلتقي مع كثيرين ممن توطلوا الخروج من حد أوروبي ليقولوا نعم نحن أخطأنا نعم نحن خدأنا من قبل الأمين المتضرب صحيفة التليغراف تقول أن بعض الوزراء سيستقلون ما لم تقدم مي خطة بديلة للخروج من الاتحاد إلى أي مدى تعتقد أن التصدع ينتظر حكومة مي إثر هذا الفشل؟ للأسف الشديد هذا الكلام سليم جدا وتهديدات الوزراء قائمة وتهديدات أعضاء في حكومة سيدة مي وتهديدات أعضاء في حزب المحافظين قائمة الوضع صعب في سيدة رجمائية تواجه مشاكل ليست تهلة على التطار لكن في نفس الوقت هل تتصدع الحكومة سيدة مي ستحاول أن ترقفع وأريد أن أستخدم هذه العبارة ما روح ترقت على الأمر داخل حكومة المحافظين وتحالفاتها حتى تبقى الحكومة فترة ممكنة أكثر في نفس الوقت تواجه طبعا تجوم شارس جدا من حزب العمال المتماثل في سيد جيرني بورد ولكن القضية ليست سهلة على الإطلاق مرحلة فعلا محرجة وحاسمة بالنسبة لسيدة ريزامير من لندن رئيس مؤسسة تعاور بريج لاستشارات والعلاقات الدولية دكتور أحمد عامر شكرا جزيلا لك